تزامناً مع احتفالها بالذكرى السادسة والعشرين لكارثة تشيرنوبل أطلقت أوكرانيا أشغال بناء تابوت جديد حول المفاعل الرابع بمحطة تشيرنوبل لمنع أي تسرب للإشعاعات النووية من هذا المفاعل الذي تسبب انفجاره في أسوأ كارثة نووية في التاريخ الرئيس الأوكراني فيكتوريا نوكوفيتش صرح في حفل رسمي بمناسبة بداية المشروع كارثة مفاعل تشيرنوبل علمتنا الحذرة عند استخدام الطاقة النووية لأن الحوادث النووية لها آثار سيئة على العالم بأكمله التابوت الجديد سيعود المكاعب المشيد من الخرسانة والفولات عام 86 من القرن الماضي ويهدف إلى ضمان أمن المفاعل خلال القرن المقبل كلفة المشروع تبلغ مليار ونصف المليار يورو ومن المنتظر أن تنتهي أشغاله في 2015 كارثة تشيرنوبل أسفرت عن انبعاث مائتي طن من المواد الإشعاعية كما أدت إلى مقتل أكثر من مائة ألف شخص إضافة إلى الخسائر المادية الجسيمة